موسيقى خليني ما الزواج ولكن انت ما في براسك غير هالشغلة كنت متخرجة من الجامعة ومتدوري على وظيفة لمك لميتك ولقيتلك وظيفة ورقيتك وساويتك مديرة عز وجاه وبيت وسيارة ما حدا بيحلم فيها ولسه عراكدتيلي على الزواج حبيبي لش هيدول بعوتو عن الجواز؟ بعوتو عن البيت والعيلة والولاد؟ موسيقى ليلاس انا بشوفك لحتى ريح راسي بس الظاهر صار كتير عم تشبهي أمجد وشو جاب سيرة أمجد هلأ على بالك؟ لا لا ما في شي بس مرأ العمدي اليوم وكان مستقتل لحتى ياخد محلك وانت شو قلت له؟ قلت له طلق مرتك بسلمك فورا شو؟ انا ما عطحطت حدا تحت جناحي إلا لحتى يثبتلي ولاؤه وهو شو رد عليك؟ وافق دغري شايفي مركزك شو بيساوي؟ خلاي بيع بيتو ومرتو وولادو ولسه جنابك لاحقتيني وعم تقليلي زواج حبيبي واللهي انا ما عم بحكي هاد الحكي غير لاني بحبك يعني انا بتمنى ضلني كل لحظة معك وما بعيد عنك هاي اللحظة اللي عم تحكي عنا هي اللي عم تخلي للقاءنا الجديد معنا لو كان وشي بيوشك طول النهار كنت قرفتيني وقرفتك انا مستحيل هاي الأحاديث اللي معدتي لا بتقدم ولا بتأخر بلي لاس انتي بنت واعية وبتعرف مصلح تمنيح انا برأيي بتشيلي هاي الأفكار الرجعية من راسك لانه راح تدمر لك مستقبلك الانه راح تدمر لك موسيقى وما انت بتعرفين منيح يا معلا نحن جيرة عمر ما في اي داعي انك تحكي عن حالك او نحن نحكي عن حالنا الحمد لله كل شي واضح ومعروف وسبعتين عام منكن ما شفنا من جيرتكن الا كل خير وهذا يلي شجعنا يا مدام لحتى نجي نطلب ايد المحروسة بنتك هالا لابني هشام تعرفي هشام وهالا بيحب بعضهم من زمان ومو معقول انه نوقف بطريقهم ايه اذا هالا موافقة انا كمان موافقة ما عندي مانع وانا بأكد لك يا مدام انها موافقة انا واسق انها موافقة هلأ بس اتجيب القهوة نسأله ايه الحق حق انجي ارجوك فهميني اللي بيننا صفحة وانطوت العواطف ما مندل دائما نتحكم فيها والمشاعر لما بتسافر من روحنا ما عدتشها بس انت لو حسيت لحظة واحدة بمشاعري لو حسيت فيني قديش عم بتعذب وانا شايفي واحدة تانية مسيطرة على حياتك الصورة مع بيا حيطانك كنت على القليلة عزرتني وولتلي لحق معيك لحق معيك يا ريتك حاسس بالقلم يا اللي سببت لي يا يا مهند غريمتي واحدة ميتة ومع هيك امتصرت علي بسببك شايف قديش صغرتني انا انجي اللي كنت اهم واحدة بحياتك قدر شبح واحدة ميتة يهزمني لو كنتي تعرفي كيف كانت فرحة عملني كنتي عزرتيني انا انجي لما كنت دايق كنتي تاخدي حقك على طول واحدة بواحدة بس فرحة كانت تتعمل مني كتير تتعملني رغم كل الإساءات اللي كنت سبب ليها اذا هذا غلطي انا عن جد مستعدة تغير مستعدة عاملك متل ما كانت فرحة بتعملك أعطيني بس فرصة وحدة فرصة لأثبتلك اني عن جد تغيرت لازم تعرفي يا انجي انو انا ما اضل بقلبي اخد على احرار انا مساحت من ذاكرتي كل الاسماء وكل الاشخاص المناح والعاطلين انا ما عم قيم هدا ولا عم حاسب هدا بس عندي رغبة اعتزل الناس لحد ما ازيهم اكتر بس كنت مفكر انه انعزالك هون رح يخلي الناس اللي ازيتهم يبطلوا يحاولوا ينتقموا منك تكون غلطة شو اصدك لك انا بجزء اجيت لاني عن جد مشتقتلك وكنت حابة شوفك بس كمان في سبب تاني خلاني اجي وهو اني خايفة عليك من شو؟ من عزيز عزيز شبوه ده تاني مهند عزيز متأكد انك انت مجرب عم بجمعلك وسائق وأوراق وتشكل عليك خطر حقيقي مهند عزيز مهند عزيز مهند عزيز مهند عزيز اهلا وسهلا تفضلوا بيت عمر ان شاء الله ان شاء الله ساعة خير يا مدام انا بدك تسامحيني باعتزر عندي شوية شغلات لازم امشين ايشام حبيبي اذا بدك تساهر مع خطيبتك ان شخصيا ما عندي مانع اذا المدام ما عنده مانع طبعا اهلا وسهلا يلا بالإذن مدام تفضل يلا ما بتعرفي قديشني فرحان وحاسس حالي رح طير بس انا ماني متطمنة معناك بتعرفني انا بحبك ورايتك اكتر ما انت رايدني بس ما هيك كنت كذا مرة رح قول لا ليش ماما ماني متطمنتلا حاسست عم تلعب لعبة بتخوف مشان هيك يشام انا كتير خايفة ليش فكرك بابا مو متلا انا بعرف انو اتنين في براس هون شي عم يخططو له بس ولي همك انا كاشفون كتير منيح ما عم بفهم عليك بابا كتب كل شي بيملكو باسمي لحتى يجبرني يبقى هون وما يخليني سافر لعند امي على المانيا كتب كل شي بيملكو باسمك كل اللي بيملكو ابي ما بيطلع نقطة ببحر اللي بتملكو امي يعني امك غنية كمان غنية وبس بتملك دار اسياء بالمانيا بكل المانيا ما في مثله يعني تقريبا بيطالع له بالشهر شي اربعين مليون يورو قديش هذا اللي بتطالعه الدار لحاله فما بالك بقية الاملاك يمكن بتطالع نفس المبلغ اذا مو اكتر الله يسامحك كل هادو قاعد هون ومين قالك رح ابقى هون لا وحياتك بعد كتب الكتاب بناوي اختك ونطير على المانيا طيران انا بدي روحيش بالمانيا اسمعي شو المخطط بعد كتب الكتاب بكتب كل الاملاك اللي عطاني اياها بابا باسمك انتي باسمي؟ طبعا باسمك لاني انا بدي اطلع على المانيا وما ببدأ تكتبلي املاكة هي باسمي انا وبترضى؟ طبعا بترضى ما هذا كان شرطي لحى التسافر اللي عندها اول ما بوصل لهنيك بلش اشتغل بوراء الملكية وبما انه الاملاك اللي باسمي هلأ هي رح تكون باسمك بعدين فبابا ما رح يا حسيني يساوي شي؟ ايه وانا شو رح اساوي بكل هالشي؟ ولا شي بتتركيهم باسمك وبتعتبريهم هدية العرس لا حبيبي يا عيشان ما اروحك بتعرف؟ ما توقعتك بتحميل هالدرجة من كم شهر بعطت صورتك لامي بتعرفي شو قالتلي؟ صورتي؟ ليش من يجبتها؟ صورتك بالسرقة وانتي واقفة على البلكون بتعرفي شو كان تعليقها؟ شو؟ نسحرت فيكي وقالتلي انه حبيبتك لازم تكون عرضة ازياء انا؟ ايه انتي؟ تصوري بكرة انا مدير الدار وانتي العارضة الاولى بحطك جنبي بهالسيارة ومنفتل بكل اوروبا المجلات والصحف والتلفزيون كلهم عم يطلبوا لقاء معيك والناس رح تموت لتتصور معيك ايه لقموا لهالدلاشة هشام ليش كل العارضات المهمين لما كانوا بعمرك كانوا يحلموا بهك احلام؟ لا ابدا تأكدي انه كل المشاريع الكبيرة بدت بأحلام صغيرة تخيلي تخيلي كيف رح تكون حياتنا بالمانيا ليش ما رديتي؟ حبيبي ما بحبرت على حدا وانا قادة معك لانه ما بنت حتى يشغلي عنك انا صار لازم امشي ما حلوية تصبحي على خير انتي بتعرفي تماما انه عزيز بكرحني بدو ينتقل مني لانه كان يحبك من زمان وبدو يعكي لا ماليش يا ريت ما تحط الحق علي لانه عزيز حاقد عليك من وقت قصة سمير وفرح يعني بك تنكري انه محبت قليك هي السبب لا طبعا ما بنكر عزيز فعلا بحبني مستعد يشغلي اصابيع العشرة عشانه خاصة وهو شايف على ارض الواقع انه جوزي اللي انا بحبه مو شايفني من اصله أنجي وحياتك قلبي تعب وما عد خرج يحبه يتمرمر أنا ما عد إلا صدمات أصلا بكفيني اللي شفته بحياتي بتذكري منيح أيامنا مع بعض عشت معي كأيام جهنم كان يتأرحم منه أرجوكي لعدة فكري تعزبيني مرة تانية مهند أنا وعدتك أنه ما عد تعيش معي ولا لحظة عذابه حتى أنا ما فيني عيش بدونه شفية حاكيني لنبس بيجامتي شفية حاكيني لأمتى هيت بنتك تضلك ساكت يا أخي ما بتكت حاكيني ضربني سبني بس عميل شي ما تضل عندي حاكين عشي وعليش أسألك سؤال سألي ليش لما شفتني نازلة من الشقة من عند حازم ما هجمت عنينه وضربتني ليش ما قتلتني وريحتني يعني ما بتعرفي ليش لأ بعرف بعرف كتير منيح مشان هيك أنا طلعت محازم بس أنت أخي ما عليك قدران تقول له لا بتك يعني أنا أقول له أنا شغلي ووظيفتي عنده يعني مجبور تم معه بس أنت أنت شو اللي جبرك تروحي لعنده شو اللي جبرك قليلي يعني ما بتعرف ليش لك شفيت لك سنة وأنا متخرجة سنة قادة بين حيطانها البيت دعبة كعوب رجلي وأنا عم دور على الوظيفة ماضى الباب ما دقيته بعدين تتذكر كتير منيح مو أنا اللي راحت لعند حازم أنت اللي بعادتني لعنده تتذكر افتكرتوا بني آدم وشغلي إيميل أني عم بخدمه بس طلع إذا أنت اللي صارلك سنين عم تخدمه لحازم ومعرفته شو قول أنا اللي نغشيت فيه أنا ما نغشيت فيه أنا كنت ساكت لأني شايف النار عم تحقق غيري أنا شو كافيني أعمل؟ شو فيني سوي؟ بيطلع بيدك كتير لأنه حازم بعرفه كيف بيفكر بيزد الطعم طبعه وبينتظر ولي نفسه دنيا بيعلق بسنارته بس لمربا ما بيهمه اسمعي من بكرة إذا بسمعك حكيتي معه ولا شفتيه ما تومي إلا حالك لش أنت قادر تحميني من حازم إذا بتضيق زيني؟ إيه لأنه اعتبارا من بكرة لح أطلب نقلي من عنده يعني معلمك جديد رح يحميني ويحميك ويوقف بيوشه لحازم باك لتكبر عقلك لك أخي نحن ما حدا شايفنا وما لنا حدا هيا يا لطيف على ها الدنيا شي تغيرت كل واحدة موسائدة غير على الحالة يمكن اصلا نسيوا انه تأخرت هذا بس كل الحب عليك انت انت المسؤول يا سلطان انت المسؤول وينك وليه؟ ايه؟ جنجنانا عليك اللي بقت عيدية سامعة باي وينها؟ عند ماما بلادي اهلين هشام مرحبا الحمدلله اللي شفت على وشك هالضحكة بركة بتقدر تعديلي هادم حاكي بالأفندي قلقان وناطرك هشام بدي اسألك شو بده منك هادم؟ ان شاء الله كل خير هلا ما عليش فوت اهلا وسهلا تفوت تصدق شو وين هلا هلا؟ شغل باري عليك حكيلي يشوف شو بيصار معها؟ راح احكيلك كل شي بس بالأول قللي انت اللي دقيت اللي لهالة من شوي لانه حضرتك ما حكيت معي شي قلت بحكي مع البنت بلكي افهم الله لا يوفقك شو هالوالدني؟ يعني احرشتني واحرشتها طيب هلا احكيلي لا تعلقلبي الله يوفقك قللي شو اللي صار؟ رحت وطلبت ايده من امه وامه وافقت وبعد شي اسبوع الخطبة وهي ما حست عليك ابدا؟ اول شي كانت مترددة بين انه توافق او ما توافق بس بعدين وافقت لانه محسوبك نيلها نجوم السماء خليتها تحلم بامور مستحيل تحلم فيها اكيدا اللي هي قاعدة بغرفتها وعم ترقص من السعادة يخرب بيدك وبشو وعدتها؟ هلا بحكيلك بالتفاصيل بعدين المهم اكتشفت بحالي شغلي بحياتي ما كنت متخيلها شو هي؟ اول شي كنت خايف اني توتر او انه تبين الكذبة بس بعدين طلعت الشغلي ما بده الا اللي تاخلق و اللي تضمير وكل شي بيمشي تمام اشتركوا في القناة 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 وش اشتركوا في القناة هاي المخلوق اعذي اليوم الدين وانت ما رح تتريتش مع بيناتنا لحيك صاظ لازم تختار يا أنا؟ يا هي شو؟ بساتك صحياني؟ هلا أكن فايته نعم، أصبح على خير حبيبي هوايدا؟ نعم ليش عيونك هيك؟ شبون؟ ندمعين من كتروا، بالتوابت يمكن ندمعوه مهم، شو صاير عنكم اليوم بشغل؟ ما صار شي عنا بشغل أمجد لساتو عم يجيل عند راضي؟ أمجد؟ ما انتبهت ما انتبهتي، وراضي؟ شبو راضي؟ أنا عم أسألك شبو راضي؟ ما عم بفهم عليك حازم؟ سامر شو كان بده منك اليوم؟ تصبحي على خير، وأبقي لا تتتاوبي كتير، لأن المتاوبي بتدمع العيون ماذا، لقد لست مانمتي؟ لم يكن نوم فيها جداً، ماذا؟ نعم بدي اسألك شو لي غير رأيك يعني كنتي مترددة وما بدك تنخطبي وفجأة صرتي مستقت للا يصير هالشي اه لانو نزواج سنة الكون والوحدة شو ما عملت اخر طلبية جوزة زكرتيني بسيتي الله يرحمة هيك كانت تحكي شو قصديك قصدي اني فهماني عليك انا عاجنتك وخابستك بقى احكيلي شو الحديثة اللي جرى بيناتكن وخلاك تغير رأيك انا حديث عادي يعني متلقى اي حديث بيصير بين اثنين مخطوبين اه هلأ دغري صرتو مخطوبين ماما انت عندك مانع شي تسمعي على خير اهلينا ابو العز اهلينا ابو العز هذا انت يا عباطي نعم انا الطهر عم مدور عليك وانت هون جيت ورلا جابعك معنا تحظي ممتاز احظك اهلينا ابو العز هذا انت من السلطل العز هذا الفني اهلينا اب forgotten ايه 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 اه هلينا ابو العز هذا ف Julian انا ابو العز Truck مثلي. بطينا ايدها. ولك هات ايدها كان. ولك هات ايدها. ولك هات ايدها. هلا أنا الوسخ الوحيد فيكم. كلكم شرفها وأنا الوحيد الوسخ اللي لازم تضربوه. يعني أنا سبب كل مشاكلكم. أنا سبب الفساد. أنا سبب روات بكون القليلة. أنا سبب انهيار الاقتصاد العالب من بين ايديكم. ليه أنا لازم انظري؟ يعني ليه شايفين أنه أنا الوسخ الوحيد؟ يعني وانت هلا إذا ضربتني بتحل كل مشاكلك؟ بترتاح؟ إذا بترتاح ضربني؟ بتحل كل مشاكلكم. قل لك والله انتغشن مني. يمشي تعم. قل لك يمشي وصلني على البيت. لا تخاف ما عندي حدا لا مرة ولا مرة. شرر. تعم. تعم. أعجب؟ تعم. 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 يا سيجي حياك. مجد. ألا تعم. مبسطتني. موسيقى 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 دير بلد انا خسرت كل شي كل شي على فكرة الفير هرامي عيش هم روغ لازم يأوصوم موسيقى 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 تشلع خلاص هاد 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 صدح تبطاعي تبطاعي هاد حولا هاد صباح هاد صباح بس 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 ولك حيوان بس مش هاد شو باك بحك يا رجل ما ما هم يرضي يطلع ام اخي . 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 أخرى بيطلع جهار جهار جهار. أهلينا عزيز، صباح النور. لا، بس كنت سهرانة مبارح. طلعت على الضيانة. ما صهر شيء مهم، بس شوفك بحكي لك. طيب معاشي، هلأ بس صح صح بتقلك. باي باي، باي. اللي بدي طويل سهرة عاد مهن ناتر. أكيد ما رايز حالة هلأ. دي رايز حالة ناتر. وجهاب مهن ناتر. تعالى بس صباح النور. كيف حاصلنا؟ منيح وقفت لقلبي يا رجلان بارح شربها هوي؟ نديستها؟ مش بقى عرفني قوم لأعمل لك يا هوي مرحبا مرحبا شو بلاقيك هون؟ كل يوم الصباح صرت حد نشي لهم بتركض؟ أنا اللي بركض بتسعبة؟ بسعبة يالله بارف يا ريتك ما جبتني مبارح من الشارع بقول لك ما خليني كانتشة السيارة خلعتني وخلصت من كل الموضوع وعشو هالتشاؤم هذا كله؟ تشاؤم أبشع شي في الدنيا ان تحس ان العالم كرهنينك والفنين منك مطاينة وكلما بتجي بتصلح محهم بتخرب أكتر أم جد؟ مم مبارح كان هيكي مفعان كتير وكزام يعني أنا حال بإنيسا لك سؤال جاوبنا لي بصراحة حازم تريد هلا أنت لما أجيت عزمك مع الغدا شو كان أصدعك؟ زمانه أنا وحازم وعلى وراضي ولينا وخيفها كنا شلّة كنا شلّة ظريفي كانت أحيانا هزار تربد علينا فداك الوقت أنا كنت أحبها كثير بثير بس إيا حبة شامل وظل الموضوع غصّى بقلبي لحتى هذا الوقت ليسا موسيقى سال فسيح الأرجاء أمواج من الزهر الملون تغفو على ساعد نسمة ربيعية الشمس في زاوية السماء المنحنية تبعث دفءا خجولا غيوم متناثرة كعد منفرط من اللؤلؤ كل شيء حولها يدعوها لوليمة فرح وجنون فتنطلق تسابق السهل الفسيح كمهرة وعشية بفستان زفاف أبيض وبجدائل من حرير شموحها المجنون يسحق كل الأمكنة ويجبر الدنيا على أن ترقص أمامها كغجرية واقعة فجأة تلقي بجسدها الغض على العشب الندي كعاشقة والفوحة بالعبور تتأمل زرقة السماء بعينين عالمتين وتسرح بأفكارها في البعيد البعيد في مدينة مؤخرة مدينة مزينة بالعنو والأغاني رجالها أمراء عشق وفتياتها قصائد حب بأجنعة ملونة دروبها مروج منفسج وجدرانها أساور من ياسمين وعند المنعطف الوردي تتكئك حمامة بيضاء على شجرة من الياقود تنتظر أميرها أميرها الذي ما تعود أن يتأخر عن اللحظة تنتظر أميرها تنتظر أميرها تنميقيا أكيد ما في غياء هزار هزار ما دخل نهائيا يا رجل أنا بحب هيفا وعلاقة هزار موضوعني هي اختل هيفا أصلا هيفا مو شايفتني كلي إذا مرت مو شايفتني كانو كلها الناس عم يطلعوا وغلطوا أنت الصح الوحيد لك أمجد كمان فكر فيها شوي يعني لا أنا ما قلت هيك أنا عن جد غلطة والغلط راكبني من فوق لتحد بس ندمان وتبت بس ما حدا نعترف ولا حدا بده أرجعنا لك راسك أخي لا لا شو أرجعت لي راسي أنا كمان قلبي هيك مع بيس أنا بدي واحد بس أحكي معه هزار تاني صار بده تطلع أيوة يعني في الهوى سوا في الهوى سوا سيدي نعم طيب شو رايك توصلني على البنك بقدم إجازة وبطلع أنا وياك مشوار هيك فشة تخلق لا والله يا ريت أستغيرت يا بي تقول عمى هاي ما عم ترد؟ سدقت حكي بقى يا أستاذ هادي قلتلك مسحت لها عقلة مسح وحياتك لا عادة شايفتك ولا عادة شايفي حدا بلكو يا سيديو ما عاد ما راح بي وراح ضل ضد قلة تعرف؟ كده الآن كتير كيف راح أضيه الفترة الحالي بالبيت إجتني هالشغلة من أولا وما عندي غير حلم واحد باليوم أحلم فيه بس كيف راح شوفها؟ كيف راح تواجهني؟ طوّل بالك وحيات عيونك معني تاركها لأن تقم من كل شي ساوته أنت ما بتردق لك أنا هي بتردق لك ألو أهلين حبيبتي مش تقليك كتير أنت منيحة وينك بالمعهد؟ لا والله ما راح أحسن أمروء يعني مجغول بقصة عم بنقول السيارة من اسم بابا على اسمي أصلا ما ضل غيرها ما بتعجبك سيارة بابا؟ وحيات عيونك محدة راح يركبها غيريك يلا بسرعة بدنا نسافر لعند ماما على ألمانيا كل يوم بتدقلي مبارح حكيت معي قالتلي أنه مشتاقتلك كتير ونعترتنا على أحرم للجبر أوكي معاش يا عمري باي باي شلون شفت الليل الوضع؟ تكوّبا يا وفقا يعني أنا حبيتك وتعلقت فيك عني سمعتهم عمري باقي أنا جاهزة وأنا كمان جاهزة شولا وين؟ نتملينا من قادة البات تعلينا عم بايعا نغير جوي شوي مو غلط بس سمكو شوي الطقس بارد برها لو كتا قبرني أنت دير بالك على حالك ونحنا بألف خير مدك تشحامي بي الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم باي 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 هزار انتي لازم تتصلي بمعتز وضعه مو عجبني بنوم خايفة يعمل بحال وشي لا تخافي بعدين هيفاء الله يخليك انا انا هيك حابة يفكر براحتي شوي انا معتز صر لنا سنين مع بعض وحياتنا ما بعضنا عن بعض يوم واحد بس بدي يفكر يا اختي الحياة بدونه كيف حبيبتي ما اختلفنا بس على قليل يتتصلي فيه مشان اذا اتخذتي مستقبلا اي قرار افتقيت نبزي بهدوء بدون ضغط هاي فوحيات الله ما بعرف شو بدي ما بعرف اذا بحبه لي ما اعتزه بتزيه ولا لا ما اني قدراني حدد احساسي تجاه راضي يا الله يرحمك يا فرح خاصة انه اللي صاير فيني هلأ متل ما كان صاير فيه بين سمير ومهند الله يرحمها يا الله شو كنت مهمني اشوفها واسألة اسألة ما حدا بيجاوبني عليها غيرها شو بدك تسأليها بدي اسألة عن مهند مو ما اقول هالبني قادم شو غريب كل ما حاولت اعرفه اكتر بيكتشف اني بيجهله اكتر ما اعتزل الناس ودائما لحاله وما بتنجاب سيرة حدا الا بيطلع اله علاقة فيه يا ستة الغريب واللي بيحير هو سمير من العادي لما الواحد بيكون بيحب وحدة وهي الواحدة بتتركه بيحقد عليها وبيكرها الا سمير ضل يحبه لفرح ام هو سمير محترم واخلاقه عالية ها شايفتك معجبة فيه شو؟ لا انا ما في شي يعني بس مجرد احترام والله انا حاسة انه هو كمان بيحترمك بنفس الطريقة ام ريم انا بحبك ومستعد كب كل اللي صار ونفتح صفحة جديدة والماضي ما بيهمني ريم انا بسق فيك وبعرف انه ما احد لمسك ابدا ولو الدنيا كلها بتحكي غيرها لحكي ما بيهمني لاني بحبك اكيد طبعا اكيد ومستعد اليوم قبل بكرة انه نتجواز انت ما رح تبطي الجنان وطيش؟ حبيبتي اخوكي ما رح يوافق على جوازنا ما في غير انه نروح اخطيفة ونحطه بالامر الواقع انت ما تربيت من المرة الماضية؟ ما شبت شو صار فينا؟ طب شو في حال تاني شو بنا نعمل؟ منستنى ما في نستنى ريم قدامك شهر اذا وفقتي كان بها ما وفقتي حامل حالي ورايح انا وهشام على المانيا شو عم تحكي؟ بعدين شو بدك تساوي بالمانيا؟ ما بعرف بجلس حون بمسح سيارات هذا اخر حكي عندي لا تعزب حالك ما رح ترد عليك غلطان كتير هالة بحياتها ما قطعت خيط مع حدا مش ألو كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ شغل بالي عليك كتير؟ صر بدا عليكش خمس ست مرات؟ آسفة موبايلي كان صامت وما فيني اقف حب الصف بسيطة ولا يهمك المهمة تطمنت عليكي شو؟ ايمتى رح تزوريني؟ هالفترة عندي فخوصات كتير ما فيني اطلع من البيت أمي كاتمي على نفسي اللي عم بتخليني لا روح ولا اجي اي بس ضروري كتير نحتفل بمرور سنة على حبنا سنة على حبنا؟ اي سنة وبهالمناسبة اشتريتلك هدية قيلة كتير يلا ما بتغلى عليكي بس حبيبي ما بدي بس ولا برضا بأي اعتزار هيك يوم لازم يكون في مع بعض طيب خلص انا رح حاول اقنع الماما اني رايحة لعندرفيتي ادروس وبطلع بشوفاك بحكيك وبخبرك انا ايه؟ ماشي منتل ما بديك بس خبريني قبل بيوم مش عجهز حالي ايه؟ ماشي حبيبي انا بهاليومين بخبرك بس انت عازم حدا على حفلة الشيء؟ لا ابدا هيك يوم لازم يكون فيه لحالنا طيب حبيبي اوكي باي نكشفت هالا انا بعرفها انا حافظها احلا؟ احلا سمير احلا؟ يعني اذا ما اتصلت فيك ودعيتك لعندي ما اتجي لهم؟ انت بتعرف شو عامل سياد طلقينت وانا اعترفتلك بغلطي وقتلك حقك علي بس معقول بسبب غلطة بسيطة وضيع صداقتنا لي الى عمر؟ مين اللي وقف معك يوم مشكلتك مع فرح غيري؟ مين اللي حاول يساعدك ياخذلك حقه؟ مو انا؟ كل عادة نسيتهم بسبب غلطة بسيطة صارت غسمن عني غلطة بسيطة؟ سيادة العقيد شرفي وشرف اختموا غلطة بسيطة انا اسف مواصدي بس حرام ضيع صداقتنا قدام اول مشكلة بتقابلها يا سيدي انا بساعد ساوي اللي بدك يا لا تسامحني شو بدك؟ ما بدي اكتر من اللي سمعتوا منك وتوعدني انو ما يتكرر مرة تانية بوقتك ثبات انو عنش يجيت لعنكم برح قصدك لعند مهند مينو قالك؟ ما احد قللي بس ما في شي بيتخبه ضلت سهراني عنده بالكوخ طول الليل بعدين رجعت علادية انت شفتها؟ لا او ما شفتها بس لما احد سيارتها طول الليل؟ انت ليش عم تسأل؟ لا لا ما في شي ما في شي بتحمل حالك وبتروع على الشركة اللي بتشتغل فيها اختي اصلتني معلومات انو هذا سامر اللي عم تدور عليه عم تردد لهنيك بتروح بتتقصلي عن الموضوع بتخبرني حاضر سيدي سيدي ان بعد اذنك في موضوعك انت حابب حكي معي موضوع شو اجلية هلا؟ عملك في واحد هربان وعم ندور عليه جاي تفتح معي مواضيع؟ ان انا رخلتي حاضر سيدي انت زني بس دقيا موضوعك وينك العلاق؟ مورواليكني جاي ااخد اجازة الدنيا قايمة وقاعدة وانت جاي متأخر اي مني اعزة قايمة وقاعدة بطير مني اي بس الدنيا قايمة وقاعدة كرمالك انت كرمالي انا لي؟ المديرة اليوم طلعت قرار بفصلة لانك اتغيبت ثلاثين يوم بدون اعزة شلون؟ اي اسأتي ما كتير فارقة ابدا مكتير فارقة امجد هذا فصل بتعرف شو يعني فصل؟